اشتركوا في القناة واللي هو virtual box او vbox واللي انا شخصيا افضله على ال vmware رايحين نشرح طريقة التحميل وتثبيت ال virtual box وكيف نثبت الكالي لينكس طريقة سهلة وسريعة تابع معاي في البداية من محرك البحث جوجل نكتب vbox ونبحث وندخل على اول نتيجة تطلع معانا واللي هو الموقع الرسمي لل virtual box وندخل على الموقع في واجهة الموقع دائما بنلاقي زر التحميل بشكل مباشر نضغط على الزر او يمكن رايح تختلف واجهة الموقع مع الايام بس بتلاقي دائما خانة التحميل او ال download تكون اعلى الموقع ندخل عليها من جهة اليسار بنشوف ان ال virtual box ينزل على اكثر من نظام تشغيل بس هنا همنا نظام التشغيل وندوز طبعا فنضغط على windows host ويبتدي البرنامج بالتحميل واول ما تكتمل عملية التحميل نشغل البرنامج حتى نبتدي بعملية تثبيت البرنامج ونتبع الخطوات مثل تثبيت اي برنامج عادي فنضغط بس next وبعدين موافقة و next و next بعدين yes بعدين yes وبعدين بتطلع عندنا خيارات نخليها نفس ما هي وبعدين next واخيرا نضغط على install علشان نثبت البرنامج على جهازنا والحين يبتدي برنامج virtual box بعملية التثبيت ننتظر حتى تنتهي العملية وانتهت عملية التثبيت نضغط على finish وهذه هي الخطوة الاولى الخطوة الثانية نروح ننزل نظام التشغيل كالي لينكس من جوجل نبحث عن كالي وندخل على الرابط الاول والي هو الموقع الرسمي لكالي لينكس نضغط على زر download بعدين ننزل لتحت حتى نصل لخانة pre-build virtual machine بنلاحظ انه عندنا اكثر من نسخة خاصة باكثر من نظام افتراضي بس هنا اكيد راحين ننزل النسخة الخاصة بالنظام الافتراضي virtual box وحجم الملف مثل ما تلاحظ تقريبا 3 جيجا ونضغط على تنزيل النظام ويبتدي نظام التشغيل بالتنزيل ننتظر حتى تكتمل عملية التنزيل انتهت العملية نروح لمكان النظام اللي نزل معانا يفضل لو تنقل الملف من ملف الـ download اللي في جهازك لأي مكان ثاني أو partition ثاني افضل يعني لا تحطه على ملف الـ download اللي هو في الاصل في الـ drive c والملف مثل ما تشوف انه بامتداد 7z وهو ملف مضغوط فاول خطوة نفك الضغط عن الملف ولازم يكون عندنا او عندك برنامج 7z مثبت على جهازك اذا ما كان مثبت نزل من الموقع الرسمي وبحط لكم الرابط اسفل الفيديو وننتظر حتى تكتمل عملية فك الضغط اكتملت العملية لو ندخل المجلد بنلاقي انه في عندنا ملفين ما رح نسوي فيهم شيء نخليهم نفس ما هم على طول نروح نفتح برنامج الـ virtual box من الواجهة بنضغط على زر add ونروح لنفس مكان المجلد الخاص بنظام التشغيل كالي لينكس اللي فكينا الضغط عنه وبتلاقي انه في ملف واحد نضغط عليه double click ونزل عندنا نظام التشغيل على طول نضغط على زر start حتى نشغل نظام التشغيل كالي لينكس ننتظر الين ما تكتمل عملية التشغيل بعدين بتطلع عندنا نافذة تسجيل الدخول فاليوزر نيم والباسورد دائما يكون كالي باي ديفولت ننتظر شوي حتى يفتح النظام بشكل كامل وبكذا شغلني نظام كالي لينكس على virtual box بكل سهولة باقي علينا نمتأكد ان الانترنت شغال او لا هو طبيعة الحال بيكون شغال فنفتح التيرمينل وبعدين نسوي bing على 8.8.8.8 بتشوف ان الانترنت شغال على كالي لينكس وتقدر تستخدم النظام الحين بكل سهولة وصلنا لنهاية الدرس ونشوفكم على خير في دروس قادمة والسلام عليكم